مرحبا طلاب شلومكم يا رب تكونون بخير طبعا قطعنا شوط طويل بمادة التشريح واليوم رح شوية نعبر على محاضرة يعني خارج النك رح نحتي عن البرين رح تشوفون الرقم 18 المحاضرات اللي قديمة احنا ما سوينا الها سكيب لا رح تنزل كلها بس هذي المحاضرة محتاجيها بعض الطلاب بجانعاتهم فحبينا يعني نشرحها وننزلها حتى حتى يستفادوا من عندها بامتحاناتهم إن شاء الله لكتر 18 حسب تسلسل جامعة بغداد عنوانها البرين رح نتحدث بها عن الدماغ رح نحتي عن البلس سابلاي رح نحتي عن مجموعة من الكلينيكال نوتس رح نفتهم البرين مشيرين تألف وهو تابع الياجهاز من أجهز الجسم فيا الله خل نبدي إذا تذكرون طلاب احنا أخذنا بمادة الأحياء بالعدادية وجعنا أخذنا إذا أخذتوا أولا بمادة الفسلجة جهاز العصبي وعرفنا أنه جهاز العصبي جسم الإنسان يكون جهاز عصبي مركزي اللي هو الـ Central Nervous System الجهاز العصبي محيطي اللي هو الـ Peripheral Nervous System الـ Central Nervous System قيادة البرين اللي هو الـ Body Control Center اللي هو الدماغ ويتألف أيضا من الـ Spinal Cord اللي هو الحب الشوكي الدماغ رح يكون موجود ومحمي بالجمجمان والـ Spinal Cord رح يكون محمي بالعامد الفقري اثنيناتهم الـ Brain و Spinal Cord رح يشكلونه Central Nervous System أما الـ Peripheral Nervous System أو الجهاز العصبي المحيطي اللي هو عبارة عن Network of Nerves هذه الأعصاب رح تقسم إلى 12 زوج من الأعصاب القحفية اللي هي الـ Cranial Nerves اللي عددنا منها هواية خلال المحاضرات اللي تشمل Trigeminal والFacial Glossopharyngeal والFactory الـ Optic Nerve إلى آخره اللي هم 12 زوج ويشتمل أيضا على 31 زوج بس من الـ Spinal Nerves والغانجلية اللي تكون بياها واشرحنا خلال المحاضرات اللي سابقة هواية أنواع من الغانجلية اوكي الـ Somatic and Autonomic Nervous System السوماتيك طلاب يسيطر على كل الـ Voluntary Activities اللي انت تسويها مثل حركة عضلاتك تحرك ايدك الأشياء اللي انت تكون تحت سيطرتك بينما الـ Autonomic Nervous System مسؤول عن كل الأشياء الـ Involuntary Activities اللي انت ما تقدر تسيطر عليها على سبيل المثال الـ Internal Organs حركة المعدة والأمعاء وآخره الـ Glands انت ما تقدر تسيطر على الغدد Blood Vizels النبضات قلبك كل هاي أشياء انت بعيدة عن سيطرتك Cardiac Muscles عضلات القلبية الـ Smooth Muscles العضلات الملساء كل هاي خارجه عن سيطرتك تكون تحت سيطرة الـ Autonomic Nervous System الـ Nervous System مسؤول عن يجمع وينظم الـ Body Activities يسوي Integrates & Regulates الـ Body Activities اللي راح تشمل لنا Circulation & Respiration يعني انت هذه أشياء ما انت تقدر تسيطر عليها بنفسك لكن هي منظمة وبنفس الوقت modulates the effects of the endocrines والـ Immune System اللي هي متعلقة بجهازك المناعي ومتعلقة بعمل الغدد ومثل ما قلنا طلاب الـ Nervous System كل جهازك العصبي المركزي الـ Central و الـ Peripheral يعني الدماغ والحبل الشوكي واللي هو قلناه الـ Control Center للجسم الـ Peripheral Nervous System اللي هو قلناه عبارة عن Network of Nerves واللي يتألف من 12 Cranial Nerve 12 زوج ب 31 زوج من Spinal Nerve راح يتقسم الى السوماتيك والـ Autonomic السوماتيك اللي راح يكون يتعلق بـ الأشياء الإرادية الـ Voluntary Muscles اللي هي الـ Skeletal Muscles والأعضاء اللي نقول عنها الـ Sence Organ وهذا راح نشرح يعني شن الـ Autonomic Nervous System لا الى علاقة بكل الأشياء اللي خارج عن سيطرتك الـ Internal Organs وعملها والـ Glands وعملها الـ Blood Vizels الى أخرهم من الأشياء اللي تتحكم به الـ Autonomic Nervous System طلاب راح يتقسم الى قسمين Sympathetic Division وPara-Sympathetic اللي نسميه SNS اللي هو Sympathetic Neural System وPNS اللي هو Parasympathetic Neural System السيmpathetic طلاب يصيد لـ Activation لما يكون الجسم بحالة Stressful Condition لما يريد يحضر جسمك انه هتواجه Stressful Condition فالـ Sympathetic نسميه يعني نقول عنه Fight or Flight System نسميه Stimulating يعني الأفكت مالته تحفيزي يحضر جسمك انه راح يواجه في فنقول عنه Sympathetic بينما الـ Parasympathetic عكسة الـ Parasympathetic نسمي Rest and Digest System لأنه راح يرجع جسمك للحالة الطبيعية بعد Stress فش وقت يصيد لـ Activation لما تكون انت بحالة ريلاكس تمام فذاك Sympathetic نقول على الأفكت مالته تحفيزي هذا راح نسميه تثبيطي اللي هو Inhibitory Effect هذا الفرق بين Sympathetic والـ Parasympathetic فقط للاطلاع يعني أما بالنسبة للـ Somatic Nervous System راح ينقسم لك إلى Sensory Input وMotor Output يعني شنو؟ يعني هسا انت مثلاً عندك فتش اسمه Sensory Input فتش راح يفوت من اسمه Input يعني راح يدخل راح يروح للدماغ اللي هو لما انت قاعد على سبيل المثال وتباوع فتش مثلاً قدامك دا يحترق أو ما يدا يغلي مثلاً انت بعينك استخدمت وقدم Sens Organ باعت انه هذا الشيء حار هذا دخل Sensory Input صار لـ Integration بالدماغ هسا راح ينتج ردة فعل عن الشيء اللي انت شفته ردة الفعل انه انت راح تقوم تركض تسد الماء الحار أو الشيء اللي شفته هذا هو الموتور Output اللي نتج انت كان قاعد باعت بعينك اكو شيء تمام الردة الفعل اللي نتجت اللي هو انت قمت ركضت تصرفت هذا هو الموتور Output فهذا الشيء اللي انت شفته هو Sensory Input ردت فعلك وانك قمت وحليت هذه المشكلة هو هذا الموتور Output اللي انت شون سويته يعني انت سكليت المصص عندك نتجت عنه الطاق اعاز عصبي البراين انه تقوم تروح تسوي هذا الشيء فهذا هو Sensory Input Motor Output والSympathetic والParasympathetic اللي هما عكس بعض التحفيز والتثبيت بالنسبة للبراين طلاب اللي دينا هو Body Control Center واللي هو جزء من الجهاز العصب المركزي هذا هو البراين هذه هنا superior view للبراين البراين رح يتقلف من نصفين اللي هما هميسفيرز السيبرال هميسفيرز اللي هميسفيرز اللي هميسفيرز اللي هميسفيرز رح يكونون مفصولين عن بعضهم البعض بفشر نسميه Longitudinal Fischers بس طبعاً ما رح يكونون مفصولين عن بعض يعني يعني بالكامل إنما رح يكون اكو بيناتهم فايبرز رح تربط بين الـ هميسفيرز احنا بالعامية نسميه الدماغ الدماغ طلاب يتقلف من اللي هو الـ سيربرام وسيربلام وبراين ستم اللي هو المخ والمخيخ وجذع الدماغ أو ساق الدماغ هذا كله هو السيربرام هذا هنانا هو السيربلام اللي هو المخيخ وهذا البراين ستم اللي رح يتقسم إلى ميد براين وبونز ومدولة أوبلونغاته رح نوضحهم بالسلادات الجوية هان هنانا طلاب هذي عبارة عن ساجتال سكشن كأنما لزمنا البراين وقسمناه إلى نصفين إحنا من لما أنا أقول براين يعني إذا أحتي عن الثلاثة جزاء اللي هي السيربرام سيربلام والبراين ستم لما أقول سيربرام اللي هو المخ يعني دا أقصد هذا الجزء فقط لما دا أقول أني مخ اللي هو السيربرام أنا أحتي بس على هذا الجزء تمام؟ لما أقول براين يعني دا أحتي على الأجزاء لثلاثة البلون الأحمر سيربرام سيربلام سيربلام سوري وبراين ستم البراين ستم به ثلاثة أجزاء وأيضا راح نحكي عليهم المصد نوتابل فيتشورز أوف يومن براين آني الدماغ ماتي أكثر شي ميته هو قلنا وجود تو لارج سيربرال هيميسفيرز اللي هما دول التو المفصولين عن بعضهم البعض بواسطة لونجي تيودينا الفيشر تمام؟ هذا الفيشر بيناتهم واللي أيضاً ما مفصولين عن بعضه بصورة تامة إنه ما راح يرتبطوا مع بعضهم بوجود فايبرز الكوربث كولاسم اللي ما عرف شرحي لكم عليها أولاً هسنشوف زي قلنا ذول التو هيميسفيرز جينا قسمناه بالنص وشفناه من الداخل اللي يطلع لي هاي الفيو اللي هي الميديا الفيو تمام؟ زي احنا نعرف البراينج موجود بداخل الجمجمة وتغطي طبقاته من المنانجيز تمام؟ احنا هنانا بهذه الصورة شلنا كل شي شلنا البون شلنا المنانجيز وصلنا لي طيات الدماغ الدماغ طلابي يتألف من أماكن دي براشنز اللي رح نسميها السالكاي أو جروفز اللي هي هاي الخسفات أو الحفر اللي ده شوفها بالبراين اللي أنا أحتاج أشير طبقات المنانجيز يلا أقدر أشوفها وهذه الدبريشنز وياها أكو ارتفاعات أكو فولدز نسميها جايراي فإذا هي السالكاي جايراي الخسفات أو الحفر هي جروفز أو سالكاي وهذه الأشياء العالية هاي الطيات هي الفولدز هي الجايراي وجود أو تصميم الدماغ بهذا الشكل رح ينطيني السيرفيس أريا تمام؟ يعني وجودها كأنه ما هيشي لازم انتفتشي ومعقشي فهذه العقشات تمام؟ هذه الطيات هي رح تنطي السيرفيس أريا للبراين تزيد السيرفيس أريا ماتة فطبعا طبعا هذه السالكاي الجايراي كلها إحنا طبعا رح نقسمها إلى مناطق طبعا تتقسم إحنا يمنى هنا إلى لوبس رح نحكي على فصوص الدماغ يعني رح نحكي على فتشين سمي لوب أو فصوص بالعربي وأسماءها تمام؟ بينما هو بالواقع هو يعني خلي نقول إضافية هو رح يتقسم إلى سيرفيس رح يتقسم إلى بول أيضا وكذلك لوبس وباويندريس لكن إحنا اللي يهمنا بـ رح نحكي على اللوب مثل ما قلنا طلاب قلنا البراين يتألف من اللوبس اللي هما الفصوص ومن بولز ومن سيرفيسز بولز و سيرفيسز هذي خارج موضوعنا إحنا نركز هسا على اللوبس كشي ذاكري لكم يا جدا مختصر بسيط إحنا البراين يتألف بصورة أساسية من اللوبس اللي هي أربعة فصوص إذا حشوفون الأسماء هذي اللوبس رح تكون من اسم البون أوف ذا سكول اللي دا يغطيها فبسهولة تدارون تحفظوها عدنا هذي طبعا سوبيريار رفيو للبراين هذولا الـ two hemispheres cerebral hemispheres of the brain عدنا of the cerebral sorry هذي عدنا two frontal loops تمام اللي هي هنانا صايرة باللاترال فيو هذا الفرونترال لوب هذول two parietal loop اللي هو هنانا الparietal loop باللاترال فيو وعدنا الأوكسبتال لوب تمبورال لوب هذول الأربعة أنا أقدر أشوفهم دايركت أشوف أنا لو عندي مثلا مجسم أو brain خلي نقول كادافر حقيقي لجثة حقيقية أنا دايركت رح نشوف دول اللوب زين عندي بعد لو خامس تمام نسمي الليمبك لوب هذا هو الليمبك لوب طلاب شوفوا هاي شلون وصلت له أنا هنانا شويت هنانا جبت الbrain يعني مو عندي two hemispheres تمام جيت خليل نفسي أنا فتحته منه و داباوع عليه ميديالي وأخذت واحدة منه واحد من النصفين و داباوع عليهم ميديالي رح يطلع لي هذا اللوب الدائري الليمبك لوب اللي هو يفصل بين من الهمسفير و بين هنانا الثلامس والهايبوثلامس اللي رح نحجع عليهم تمام فسميناه لمبك لانهو صار يجري مثل السيركل تمام هذا هو الأخضر كل يسموه الليمبك سيستم تمام اللي رح يفصل لفتش اسم الداينسيفالون اللي هو الثلامس والهايبوثلامس اللي هما يسميه الما هات ميهاد تحت الميهاد اللي هو الهايبوثلامس ذول الثلمس والهايبوثلمس رح نسميهم الداين سيفالون اللي صار عاتهنانه تمام؟ اللي هسح شوفكم ياها بالصور الجاية هشوفكم ياها سوري بالصور الجاية هذولي ينفصلون عن هذا الهيمسفير of the brain عن طريق هذا اللوب الشون اوصل لدكتورة هذا الهيمسفير شلون اشوفه هذا ما اشوفه من بره يعني لا بالسوبيريار رح اشوفه ولا باللاترال فيو هذي رح اشوفه وانما رح اشوفه لما اني الزمت هذا الهيمسفير افتحه اباوه علي ميديلي زين الانسيولة هذي رح تكون في the hidden part في الجزء خاتل هس رح اشوفكم ياها شنو رح نوصل لها الانسيولة طلاب هذي الصورة خليت لكم ياها حتى بس ادليكم مكانها في تشيء لكم شوفوا طلاب احنا قلنا انه الbrain او تحديدا حتى نكون اكثر دقة ال cerebral part of brain اللي هو المخ رح يتقلف من مجموعة من الفصوص هذا كله مخ وهذا هنان المخيخ السريبيلا تمام زين هذا المخ رح يتقلف من مجموعة من الفصوص frontal loop, parietal, temporal, occipital loop وقلنا احنا السطح مالته تمام عبارة عن depressions و elevations الدepressions سميناها السلكاي والelevations اللي هالفودز الجيراي تمام وقلنا هذا الهدف منه زيادة السيرفيس الارياء هاي قلنا اذن اهنان هذا عندي هنانا في السلكاي اسمه central sulcus وعندي هنانا في السلكاس اسمه lateral sulcus اذا جيت طلاب فتحت هذا lateral sulcus اهنان شوفوا هذا الخط فتحته وخرت ذني tulips of the يعني هذا مو بيبكة انه ما مثل الشفتين وخرتهم عن بعض افود ديب رح اشوف الانسولة لذلك قلنا هي hidden part وخاتلة لي جوه فهنانا صار الانسولة تمام بس ردت اشوفكم يا تعرفون من تقرؤون هذا الحج وين صاير يعتقدون انه هي طبعا هي بها interior part و posterior part ويعتقدون انه اه لها علاقة بال smell وال test زين ها بي هنا نشوفوا هذا ال brain stem او جذع اوساق الدماغ اللي قلت لكم يتألف من midbrain والpons والمدولة طبعا طلاب هالي الفيو هي عبارة عن sagittal section كأنما اخذت واحد من انصاف الدماغ وجد دباوة على mediality دباوة عليه من الداخل هاذي lateral view هاي دباوة عليه من برا اذا قلبت رحباوة عليه mediality من جوة تمام هاذا الكورباس كالوسوم اللي قلت لكم يجي فكرة مبسطة عن كله temporal loop رح تكون مسؤولة عن visual and auditory input اللي هي اللي هي اللي متعلقة بشنو اللي هي الفيجول وال auditory يقصد بها يعني الاشياء السمعية والبصرية زين بالنسبة لل الأوكسيبيتال لوب اللي هو هذا اللي صار اللي وراه فرح يكون السنتر الرئيسي للفجوال بروسسينج والمعلومات اللي تجينا عن طريق الآيز أما بالنسبة للإنسيولار لوب اللي شوفتكم ياها اللي ندخل لها عن طريق اللاترال سلكس كنا هنا يعني يعتقدون انه هي مسؤولة عن التيست السميل أو الأشياء المتعلقة بالسنسيشن أوف بين أو نفس التيست سنسيشن أما بالنسبة لللمبيكلوب هذا السيركولار اللي يفصل لما بين الديانسيفالون وبين الهيميسفيرز of the brain بالنسبة للديانسيفالون يشمل لهاي الأشياء الثلامس والهايبوثلامس الموجودة هنا يفصلها عن الهيميسفيرز هذه هو الليمبيكلوب رح يكون مسؤول عن الميوري عن الليرنينج عن الأوتونوميك فونكشن هذا شيء سريع وبسيط جدا عن وظيفة كلوب مثل ما قلنا طلاب البراين هو جزء من جهاز العصب المركزي central nervous system اللي وين يكون موجود هذا البراين طبعا موجود داخل الكرانيال كافتي تحميه جمجمة وقلنا central nervous system جزءين brain و spinal cords أما الأعصاب اللي رح تطلع اللي هي الكرانيال نيرفز والسبانيال نيرفز هي رح يشكل لي البريفرال نيرفز سيستم أو جهاز العصب المحيطي البرين طلاب رح نسميه انسيفالون فمن تسمع كلمة انسيفالون أنا أقصد بيه البراين يختلف عن الداي انسيفالون اللي رح نسول لكم عليه نزيل قلنا البراين كونتينيوس هو يلي spinal cord الحبل الشوكي وراح يطلع عن طريق فورام اسمها الفورام من ماغنم نرجع نراجع محاضرات سكول وراح يتقلف من الأجزاء التالية نجي طلاب الأول جزء من أجزاء البراين الفوربراين الفوربراين طلاب رح نقسم إلى جزئين السيريبرم اللي هو المخ والداي انسيفالون هو هذا الجزء الأخضر بالصورة طبعا هذا المخيخ هذا البراين ستيم اللي هو الجزء الأوساق الدماغ وهذا المخ كله هذا السيريبرم احنا شقلنا قلنا بالسلايد الماضي قلت لكم انه احنا قدنا هيميسفيرز سيريبرم هيميسفيرز مو صحيح اللي قلنا لما اجيوا أنا أفصلهم عن بعضهم البعض مثل ما هذه بالصورة سعندها باع ميديالي تمام هذه واحدة من الهيميسفيرز ودا باوع عليها من الداخل هاي من الداخل دا باوع تمام من أجي أباوع من الداخل رح أباوع هذا المخ تمام وهذا الداي انسيفالون الأخضر اللي رح يكون كومبليتلي هيدن خات اللي جوا ما باعه اللي يتألف من الثالمس والهايبوثالمس المهاد وتحت المهاد واللي قلنا انه الداي انسيفالون يمفصول عن هذا الهيميسفيرز عن طريق لوب سيركولر سمينا الليمبك لوب زين إذن الفوربراين رح يتألف من السيريبروم اللي هو هذا المخ والداي انسيفالون هو هذا الأخضر المخ هو أكبر جزء the largest part of the brain رح يتألف من two cerebral hemispheres اللي قلنا يكونون مفصولين عن بعضهم ببعض 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 بس بنفس الوقت ها ما ما مفصولين عن بعضهم فاصل تام لأ بحيرتبون في فيبرز اللي عبارة عن a mass of white matter نسميها الكوربس كالوسو زين اللي هي هاي شوفناها بغير صور زين الداي انسيفالون البلون الأخضر اللي رح يكون completely hidden from the surface of the brain أنا لو أجي أباوع الbrain superior view lateral view أنا مستحيل أجي أباوع الداي انسيفالون اللي هو قاعد بين two hemispheres خاتل بنصهم تمام ومزدودات علي it consists of الداي انسيفالون رح يتقلث من dorsal thalamus وال ventral hypothalamus اللي هو المهاد وتحت المهاد شرحنا الforebrain هسا وصلنا لل midbrain اللي هو بي ثاني parts الbrain المدbrain طلاب هو narrow part of the brain اللي هو هذا باللون الأخضر من اسم midbrain رح يربط لل four brain اللي هو شي يتمثل يتمثل بالمخ cerebrum والداي انسيفالون اللي فوق رح يربطهم بالhindbrain اللي هو شي والhindbrain اللي هو رح يتمثل بالpons والمدلة oblongata of the brain stem فالمدbrain وسيلة حلقة وصل ما بين الفورbrain وما بين الhindbrain الفورbrain رح يتمثل بالمخ وبالداي انسيفالون تمام والhindbrain اللي هو رح يتقلف لي بالpons هذا والمدلة oblongata اللي هما parts of the brain stem اللي هو جذع أو ساق الدماغ هذا المدبرين يتقلف من cerebral pedincles اللي هما في السويقات نسميهم cerebral pedincles هذه الصورة شوفوها واللي هي بالأصل هذه الpedincles طلاب يعني عبارة عن يعني كتلة من nerve fibers تمام وعلى كل side من sides delbrain اكو pedincles فنسميها cerebral pedincles تربط بين forebrain بالhandbrain زي الhandbrain بجزء نسمي elventral part وبالدorsal part elventral part of the handbrain رح يتمثل بالpons اللي هو هذا الجزء الأخضر هنا بهاي الصورة والمدولة oblongata اللي هي هاذ هذول يمثلون elventral part of the brain الدorsal part رح يتمثل بالمخيخ اللي هو هذا هذا هاذا نيجي طلاب elventricular system of the brain أول شي خلينا نعرف شنو معلات كلمة ventricle ventricle طلاب يعني chamber يعني cavity يعني تجويف ب fluid في ventricular system of the brain اللي هو network أو شبكة من التجاويف chambers أو cavities المتصلة مع بعضها البعض واللي مليان السائل شنو هذي التجاويف شوفوا دي هذي الصور أكو عندنا طبعا هذي موجودة من أنا أجي أباوع الbrain تمام أنا ما أشوف ها من بره هذه موجودة بالداخل يعني أنا لو أباوع لات ral view أنا ما أشوف هم فإحنا نسويهم بالصور على شكل shadow لأن هن صائرات لي جوة ما تقدر تباوع هما من الخارج الventrical of the brain هما عبارة عن two large ventricles اللي نسميهم two lateral ventricles اللي هو هذا C shape شوفوا مثل حرف C و B horns هذي horns يعني مثل القرون تمام هذا هو left lateral ventricle لي وراء صائر right lateral ventricles شوفوا باللون الأخضر وهذا عندنا third ventricle واللي صاير ديب يم المخيخ اسمه fourth ventricle دول هما ventricles of the brain شنو وظيفتهم كل ventricles طلاب يحتوي بداخله على شيء اسم choroid plexus شوفوا هنا نبين كل ventricles بداخله اكو choroid plexus تحتوي على epithelial cells تفرز نفس CSF فإذا ventricular system of the brain مسؤول عن production and circulation of the CSF انتاج وتوزيع ال CSF من مسؤول من مسؤول عنه الكoroid plexus وين موجود الكoroid plexus داخل ventricles of the brain شقد عندي ventricles عندي اربعة شنو يعني ventricles تجاويف او chambers او cavity مليان بفلود يعني هاي عبارة عن فراغ بفلود فال cavity بها fluid شنو الفلود CSF زين مين اجو هذا CSF من epithelial cells of the choroid plexus انتاج ليا رح يمليلي brain cavities ويمليلي sub arcanoid space كل هذا مليان CSF زين شنو وظيفتهم رح يوفروا لكوشن لل brain في حالة تعرض الهيد الى ضربة فبالتالي يعني رح يحميلي الbrain زين اذا من يجيني سؤال عن elventricular system of the brain شنو وظيفته وهميته production and circulation of CSF منين طلع CSF طلع من elchoroid plexus شقد عندي ventricles عندي اربعة اثنين كبار اللي هما lateral وعندي third اللي هو هذا وعندي fourth lateral هما ليش اثنين لين واحد right واحد left شنو مرتبطين دول left وال right مع بعضهم عن طريق cerebral aqueduct تمام فانت الbrain ما لاتنى يطايف بهذا CSF اللي ديتم انتاجه عن طريق elchoroid plexus شوفوا طلاب حنحشى عن موضوع venus blood sinuses او doral sinuses احنا عندنا venus drainage لما يجي ويجينا دم حرياني ويرجع من عندنا دم وريدي راح نروح نرجع للهار ودي oxigenated من هالتفاصيل لما انا عندي venus drainage of the brain يصير اول مرة عن طريق مجموعة من small veins اتلم ال venus blood ويروحون كلهم يصبون ب sinus اسمه doral venus sinus اللي هو هذا هذا هو dorsal venus sinuses اللي هو عبارة عن space متبطن بإندوثيليا تمام يصير به venus drainage اللوكيشن مادة صاير بين two layers of the dora matter اللي هي نسميهم الperiosteal layer and المeningeal layer of the dora matter تمام بين اتوه صاير هذا space اللي مليان بالblood اللي هو طبعا اكيد يعني deoxygenated blood او دم وريدي موجود بهذا space بين two layers of the dora matter متبطن بإندوثيليا هذا الاسpace اسمة dora vena sinus راح الصب بالveins اللي حجمع لي deoxygenated blood من البرين من الانثلة على الveins اللي راح الصب بها هو هذا diblewick vein اللي راح يروح يجيب blood من المنطقة هنان اللي هاي يسمينه هذا العظم السفنجي اللي صاير بين two compact bone مو اكو هذا عدنا العظم وهنا هذا sponji bone cancerous bone يطب لفين اسمه diblewick vein يجي ياخذ منه deoxygenated blood ويصبون كلهم بالdoral venous sinuses وبعدين يكملون رحلتهم يصبون بالinternal jugular vein اللي هما قبل ما يروحون بعدين باتجاه الهارت الوالز مال هذا الدoral venous sinuses تكون thick وتتألف من fibros tissue ما بيها نسيج أفالي ما تحتوي على muscular tissue الدoral venous sinuses متبطنا من الداخل بإندوثيليا والوالز مالتها fibros tissue ما بي أي muscular tissue وبنفس الوقت ما تحتوي على صمامات وهذه الملاحظين جدا مهمة الوالز مال doral sinuses طبعا هما هوا doral sinuses وهذا رح نحكي عن انواعهم ورح نشوف ها وحدة بس لازم نتفق عليها من ضمن هذه روافت ترككم عليها the blue veins اللي رح يجي بنا blood من spongy أو cancellous bone الموجود هنا مزيلا احنا اذا شايف هي صورة محاضرة the skull اذا تذكرون the layers of the skull skin وال fat وال bone تمام فاحنا هنا نطبينا جوه هذا bone احنا جوه البون هسه مزيلا قلنا doral venous sinuses رح نصب بيها small veins حتى بعدين هي تروح تصب بالاخير بالانترنال jugular vein امين رح تستلم روافت رح تستلم من diploid of the skull اللي هو يقصد بهذا العظم السفنجيما جمجما من الوربت من الانترنال ear كلها رح تجي روافت small veins تصب بالدم الوريدي بالدور al venus sinuses ويروحون يقولون مع السلامة ويروحون للانترنال jugular vein اللي حياخذهم للهارت زين اش قد عندنا doral sinuses وشنو هم حس نشوفهم نجي على doral venus sinuses اش تشمل اولا superior طبعا وحدة وحدة طلاب رح نشوفها بس اقول لكم على اسماءها superior and inferior sagittal sinuses straight sinus عندنا right transverse sinus واللي حتكون continuation of the superior sagittal يعني sagittal عندنا اثنين superior وanferior للtransverse عندنا left transverse sinus ورح تكون ايضا continuous ويا citrate sinus عندنا occipital basilar cavernous sinus البetrosal عندنا اثنين superior and inferior betrosal confluence of sinuses اللي هو نقطة التقاء superior والanferior sagittal ويا citrate والoccipital sigmoid اللي رح تكون continue واسوية للtransverse للsphenoparital والامساري veins رح نشوفهم وحدة وحدة بالمحاضرة طلاب بالpdf رح تشوفون خليت لكم صور على كل sinus كل وحدة صورة بهال شكل وتشوف ايضا اذا توفرض صورة inside the skull بهذه الطريقة هذه هي inferior sagittal sinus طبعا الشي اللي مؤشر عليه فهذه هو inferior sagittal sinus وهذا اللocation مالته وهذه superior sagittal sinus وهذا اللocation مالته وكذلك الامر ينطبق على باقي ال venus dora sinuses هذه citrate sinus هذه طلاب باللون الاخضر هذه هي straight sinus هذه الصور تمثل cavernus sinus هذه cavernus sinus باللون الاخضر ارجعوا للمحاضرات رح نحن على cavernus sinus thrombosis شوفوا طلاب هذه الأكسبital sinus هنا نمكبرين الصورة حتى يشوف يام الأكسبital loop هذه الأكسبital sinus هذه sphenoparietal sinus صايرة deep sphenoparietal sinus هذه الصورة طلاب توضح betrothal sinus هذه superior betrothal هاي صورة هنان هاي superior betrothal شوفوها هذا الخط الأخضر هذه inferior betrothal هما أغذلكم مقطع مكبر حتى تبين شوفو هنا وان صايرة هذي هنان هذي superior وهذي inferior شوفو بهذه الصورة هذي أخضر superior وهذا الأزرق inferior هنا بالعكس هذا inferior وهذا superior اللي بالأخضر هنا inferior وهذا فوق superior وهم مكبرين الصورة حتى تشوفوها هاي superior and inferior betrothal sinus هذي sigmoid sinus وهذي transverse sinus اللي هي left و right هنا عدنا الكونفلونس of sinuses واللي هي نقطة التقاء superior والanferior sagittal بال occipital sinus بال citrate وهنان عدنا الامس veins هسا نجي طلاب لبلط supply of the brain تحديدا الشرايين اللي رح تنطينا oxygenated blood هذي البر 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 طبعا احنا 2.5% من ال body weight يمثل وزن الدماغ 2.5% من وزن الجسم كله وعلى رغم من هذا ياخذ pseudus cardiac output يعني اللي يطلع البلد من heart 1.6% يعني pseudus من يروح لل brain وخمس من ال oxygen اللي يستهلك الجسم رح يستهلك الbrain واحدة بيا حالة بحالة الرست زين الbrain بصورة رئيسية رح ياخذ blood supply من two internal carotid artery and two vertebral artery arteries زين شوفوا طلاب هذه الصورة هذه base of the brain مصحيح هذا وين هذا عند داباوع على الدماء الدماغ ماتي من جو هذا base of the brain هذا brain stem هاني من جو داباعة هذا base of the brain زين كبرنا لهذا المقطع شوفوا هذا أرسم لكم علي شوفوا هذا المقطع أنا جبته لا لي حد هنا ايج هذا المقطع هذا شوفوا هذا الرسم خرابيط كالعادة شوف هذا هذا هنا المقطع جيت أخذته وكبرته سويته بهذا الشكل ذهن نباوة على هذا الرسم طبعاً نشوفوا إحنا لو جانا خلينا هنا صار وجه مصحح مش صار صار circle head كأنه مع رأس وجسم زين هذه هذه circle اللي هي رأس وجسم نسميها circle of willis circle circle of willis w i l l و i s يعني سامحوني على خط فراحة اوكي زين هاي اسميها خلن نرجع لهذا الوجه الجميل والتنا اوقفوا لمسح لكم هالهوس يلا نرجع لهذا الوجه الجميل والتنا circle of willis هذا الوجه الجميل بعيون اثنين اللي هم internal carotid artery إذن هاي العيون مالته اسمها internal carotid artery زين شنو هذا circle of willis طلا هي عبارة عن مجموعة arteries صار لها enistomosing ارتبطت ببعضها البعض بالbase of the brain اللي هاي تمام اهنالا ش راح يسوي سووا circle اسمها circle of willis ش راح يسوي وشنو وظيفتها راح تربط anterior cerebral arterial system بالposterior cerebral arterial system يعني arteries اللي داد غذي جزء الامامي ترتبط بالارتري زي داد غذي جزء الخلفي شوفو هنانا بالbase of the brain ارتبطه مع بعض هم يسووا لي هاي circle of philus اللي اسمها الثاني cerebral arterial cycle circle sorry cerebral arterial circle ليش cerebral لانو هي دا تروح للمخ تمام وارتريال لين هي مجوعة من الشرايين وسيركل لين هم راح يسوون circle زين اكو الناس يسموها بعض يسموها انستاموزن جرين فتحلق مجموعة arteries متصل مع بعضها البعض وهم سوينا حلقة كل هاي التسميات قد تشوفوها بمحاضراتكم بمصادركم هي كلها هي circle of أو اسمها الثاني cerebral arterial circle زين اللي هي CAC زين هذه circle تتألف من arteries شنو هي عددوه اياه قال نقشر اولا anterior communicating artery anterior cerebral artery حفظها كلش سهل شوفو الاسماء عبارة عن anterior posterior anterior communicating artery anterior cerebral artery posterior communicating artery اللي هو هاي بجهة عالي من ناول اسرائيل ثينهم و posterior cerebral artery دولة وياهم منو يجي internal carotid artery اللي هاي العيونات الحلوة الثاني اذن من شنو تألفت للسيركل of villas عندي anterior cerebral artery وعندي posterior cerebral artery عندي anterior communicating هذا حلقة الوصل artery وعندي posterior communicating artery وعندي internal carotid artery زين زين حسا احنا احنا جدي نشوف مثل ما اتفقنا هذا المقطع مكبر دباع اهنانا يعني هاي دين وين كل ها دكتورة موجودة موجودة بالbase of the brain هي شنو مجموعة شرايين مرتبطة مع بعض هالبعض وظيفتها رح تربط لي الانتيرير بالposterior cerebral arterial system اللي موجود بالbase of the brain زين هسا عرفنا الارتوريز اللي ملتمة ويبعضها البعض ومسويتنا هذا circle of philis خلي نعرف كل واحد هو branch من وين زين نبدي بأسهل واحد اللي احنا كنا حافظ ونعرف من زمان الانتيرنال carotid هو branch from common carotid نعرف انه الكمون carotid يتقسم internal و external فأول واحد الانتيرنال carotid branch from common carotid زين دكتورة سهلين نياها بعد البقية شو رح نحفظهم زين عنش عندي communicating artery عندي anterior communicating artery وعندي posterior communicating artery الانتيرنال communicating هو branch من الانتيرنال cerebral هما دول اثنين هم anterior cerebral طلاب هذا anterior cerebral وهذا anterior cerebral ذول الانتيرنال cerebral انطول الانتيرنال communicating من ينطالع من الانتيرير cerebral زين لعا الدكتورة والبوستيرير communicating ذول الثنين هما branch من البوستيرير cerebral ذول الثنين هم بوستيرير cerebral ذول الثنين هم بحث احنا نقدى نقش رح نحن على الجهة وحدة الثانية نفس الشي طلاب فهذا بوستير cerebral احنا كسيربرال artery طبعا ذول كلهم رح تفرعات ويغذون مختلف الاجزاء من البراين وكمعلومة اضافية انه circle of philosophy مو بس رح تربط بين التغذية الشريانية للجزء الامامي والجزء الخلفي من المخ وانما رح توفر انه نسمي alternative pathway يعني كانما سبيل بديل لإيصال الدم بين two right and left hemispheres of the cerebral اللي هو المخ تمام ف يعني معلومة حتى تفهمون الصورة كاملة زين فإحنا كسيربرال artery طلاب إحنا أوكي عدنا interior posterior ترى عدنا middle هم سيربرال artery زين عدنا قبل ما نكمل عدنا وصلنا انه posterior communicating قلنا branch of posterior cerebral البosterior cerebral branch من artery اسمه هذا basilar artery اللي هو هذا الموجود وليش basilar موجود من basal of the brain مصحيح هذا basilar artery ال basilar artery رح ينطينا anterior inferior cerebral artery ورح ينطينا posterior inferior cerebral artery ونكمل وهذا طبعا الvertebral وهذا anterior spinal وهذا pontine artery تمام هذا superior cerebral وهذا inferior الانفيرير رح يتقسم interior و posterior تمام فلما تبعون على الصورة كأنما راس و جسم و ايديانات و رجليانات تمام فوضحت لكم التفاصيل على الرسم فمثل ما قلنا الفور arteries رح يصنرهم الاستاموزين بالانفيرير surface of the brain رح يكونونا سيركل اسمها circle of villas ما راسمين هالبتسامة لازم نرسمهم يلا ايه الله ايه ايه زين انكمل الترمينال برانشز قلنا هاي العيونات الحلوة هي الانترنال كاروتيد ارتري الترمينال برانشز من الانترنال كاروتيد ارتري رح يكونون عبارة عن two cerebral arteries اللي هما الميدل هذا شوفو هذا الميدل cerebral artery و نفس اكو بجه ثانية وال anterior cerebral arteries دكتورة ليش مو البوستيريار لا البوستيريار قلنا برانش of the basilar ما انا علاقة بي بينما الانتيريار cerebral والميدل cerebral هما برانش فرم العيونات اللي هى الانترنال ثاروتيد ارتري الانتيريار سربرال arteries دولة الثنين متصلين ببعضهم عن طريق انتيريار كوميليكايتن ارتري سولفنا بيها اوكي نكمل بس قبل ما نكمل نرسم الابتسامة مالت هسه تمام زين near the termination الانتيريار كاروتيد ارتري اللي هى العيونات الحلوة ار جوينت وين ويا من لل posterior سربرال ارتري هاد posterior سربرال ارتري شو رح يتصنون عن طريق ال posterior كوميليكايتن ارتري اللي هو هاد زين الانتركرانيال بارتس الاجزاء الداخل اللي تكون داخل القحف من ال vertebral ارتري يعني الانتركرانيال بارتس ما ال vertebral ارتري رح تتحد بمكان ما حتى تكون لنا ال بيزيلر ارتري اللي هو هاد رح تتحد على the caudal border of the pons بالحافة الذيلية لل pons ال pons طلاب اللي هو احد اتزاء ال brainstem جفع الدماغ الكودال border هي هاي ستريا ميدولارس هي رح تمثلي الكودال border لل pons بهذه المنطقة رح تتحد ال intracranial parts of the vertebral arteries وتكون ال basilar artery اللي هو هاد زين it ends by dividing into the two posterior cerebral arteries two posterior طبعا ال posterior cerebral arteries يكونون sorry هاد posterior cerebral artery هاد two posterior cerebral arteries شفوه دول الثنين هاد السيربلر ما المخيخ هاد ما المخ اللي هو السيربرال هاد posterior cerebral arteries دول الثنين نجي لل veins of the brain احنا اتفقنا طلاب انو ال veins رح تكون ما بيها muscular tissue ما بيها صمامات تمام وتكون thin walls و يعني ما تحتوي على valves واتفقنا طبعا الvenous drainage of the brain رح يتقلف من two types of brain سميها superficial cerebral veins وعندنا deep cerebral veins تمام يعني اكو اشياء رح تكون superficial واخو اشياء رح تكون اوردة deep تمام فسميها superficial and deep cerebral veins طبعا الvenous drainage هو مو بس رح يكون بالاوردة اللي تكون موجودة بالمخ بس ايضا بالاوردة الموجودة بالمخ اللي كلها بالتالي رح تصب بال doral venous sinuses واللي اتفقنا انه بعد doral venous sinuses كلهم ورح يصبون رح يصبون بال internal jugular vein اللي هو هذا اخيرا رح يكون بال internal jugular vein طبعا منه الى heart اكيد عدنا vein اسمه great cerebral vein great cerebral vein طلاب رح يتقلف من اتحاد two internal cerebral veins وبعدين رح يروح يصب في sinus اللي هي straight sinus هذي فاذا great cerebral veins رح يتقلف من union of two internal cerebral veins وبعدين يصب straight sinus واتفقنا انه كلها بالنهاية تروح لل internal jugular vein هس ليجي لحتي على cranial meninges او سحاية الدماغ اللي هي عبارة عن شنو الbrain وال spinal cord اللي هو الدماغ والحبل الشوكي رح يكون محاط ب membranous connective tissue layers طبقات من الممbranous connective tissue اخشية نسميها بالعربي الاخشية السحائية او سحاية المخ طبعا شنو وظيفتها اولا protection رح تكون للbrain supporting framework للblood visils والvenus sinuses اللي موجودة بالbrain رح تسوي inclosing للسب arcanoid space اللي اللي بالعربي سموها المنطقة او الفراغ تحت العنكبوتي واسح نحكي من اللي جاتي هذه التسمية اللي هو عبارة عن cavity أو space هذا هو sub arcanoid شفو هذا جو طبقة arcanoid matter اللي سموها arcanoid matter اللي هي الأم العنكبوتية إذا تذكروها شنو نسميها الأم العنكبوتية وجو ها هذا الفراغ اللي هو التحت العنكبوتية زين الميشن يعني دكتورة تحت العنكبوتية اللي هي subaranoid space تمام اللي هو space مليان ب fluid واللي رح يكون vital لل normal function of the brain فإذا عدنا المنينجيز اللي هذه الأخشية الصحائية عبارة عن طبقات layers of connective tissue اللي إذا تذكرون جنو نسميها الأم الجافية والأم العنكبوتية والأم الحنونة أو الأم الحنون الأم الجافية اللي هي الدورا ماتر تمام والعنكبوتية اللي هي الأرتينويت والpayاماتر اللي هي الحنون هس رح نحج順 على طبق طبق أول طبقة من طبقات الأخشية الصحائية هي الدورا ماتر ويسموها الأم الجافية هذا طبقة طلاب هذه طبقة الدورا ماتر تمام اللي هي رح رح تكون خلي اشرلكم عليها على الكرانيال دورا ماتر تمام زي اللي هي رح تكون ارتف وثيك وإكسترنال فايبرس لير وركزولي على هذي الجملة جدا مهمة تكون ريتشلي انيرفيتد باي سنسوري نيرف فيبرز طلاب طبقة دورا ماتر بيها سنسوري انيرفيتشن أو سنسوري نيرف فيبرز بينما طبقة الارتينويد والباياماتر ما بيها سنسوري نيرف فيبرز فهذا الشي جدا مهم وهي نقطة اختلاف ركزولي علي الكرانيال دورا اميزها من السباينال دورا بانه هي تكون تتألف من تو ليرز اوتر لير اللي رح نسميها البريوستيال لير ليش سميناها البريوستيال لير لان رح تكون اتش to the inner aspect of the cranio تمام اللي هو as bone رح تكون باتصال مع inner aspect من الكرانيوم اللي هو البون اما ال inner منينجيال لير يعني طبقة الخارجية البريوستيال طبقة داخلية هي المنينجيال رح تكون in close contact ويا ال underlying layer اللي هي ويا الطبقة عنكبوتية الاركينويد ماتر فسمينا طبقة الخارجية outer perioseal layer والطبقة الداخلية inner منينجيال layer الشيء المهم لازم تعرفون الدورا ماتر هي اول طبقة لذلك سميناها طبقة جافية البعيدة وراح تكون richly innervated بسنسري nerve fibers نيجي طلاب للطبقة الثانية اسمها الاركينويد ماتر او العنكبوتية العنكبوتية كانت tough و thick هذي تكون thin و intermediate وتكون avascular layer جدا مهمة avascular layer رح تكون بالضبط تحت طبقة الدورال surfaces وراح تكون مفصولة عن الطبقة الاولى هي الدورا ماتر مفصولة عن الاركينويد ماتر بspace اسمه subdural space subdural space صار جوه طبقة الدورا ماتر احنا عندنا هنا نشوفوا طلاب صار عندنا two spaces صار عندنا subdural space وصار عندنا subarkenoid space subdural space اللي صار تحت طبقة الدورا ماتر ويفصلها عن الاركينويد ماتر تمام أما spaces subarkenoid space صار بين الاركينويد وال underlying اللي هي البياماتر أو الام الحنون طبقة الأخيرة بمثابة بمثابة راح تغلف أو تحتضن البرين والسپينال كورب وتكون in intimate contact with it هي طبقة البياماتر أو الأم الحنون هذي البياماتر طلاب هذي اللي راح تكون delicate ديليكيت internal أقرب يعني لان هي راح تكون direct راح تحيط بالbrain spinal cord وتكون vasculated layer of connective tissue هذي طبعا نقطة اختلاف بينها وبين الاركينويد اللي كانوا اللي هو doral nerve supply مين راح تاخذ الإعازات العصبية راح تاخذها من branches of trigeminal nerve اللي هو cranial nerve رقم 5 إذا تجون هنا نشوف راح يكون عندنا نعرف أنه trigeminal nerve يتقسم إلى V1 V2 و V3 الأوبثالمic division والمانسلري division والمانديميل division راح نشوف بالصورة من كل division طالع nerve اسمه meningial branch بما أنه اسمه meningial branch طلاب يعني وين رايح غذي المننجيز تمام فنشوف هنا V1 عند recurrent meningial branch of the ophthalmic nerve من V1 عدنا من V2 meningial branch of the maxillary nerve عدنا من V3 أيضا meningial branch of manipular nerve عدنا أيضا راح تكون تفرعات من الفيغاس العاشر nerve رقم 12 المعلومة المهمة التي أكتلكم عليها قبل شوي قلنا أنه فقط الطبقة الأولى أو اللير الأولى اللي هي دورا ماتر أو الأم الجافية الوحيدة تحتوي على sensory nerve fiber طلاب بينما الأركانويد وأنا خلت لكم يا سطر بالأحمر حتى تنتبهون عليه الأركانويد وال البياماتر ما تحتوي على sensory innervation وهذه جدا مهمة نجي طلاب للدور الأرتريال سبلاي شوفوا طلاب الدور الأرتريال سبلاي اللي هي روح الدور ماتر رح تكون عبارة عن من 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 ومن الماكزيلاري آرتري الأسيندين فارنجيال الأوكسيبيتال وال و خليشوف هوا نحن عدنا أول الواحد posterior meningيال آرتري اللي هو برانش من الأسيندين فارنجيال وين الأسيندين فارنجيال هذا الأسيندين فارنجيال عند برانش رح يص عديروح يغذينا المننجيز اسمه posterior meningيال آرتري اللي هو برانش من الأسيندين فارنجيال عدنا أيضا من الأسيندين فارنجيال عدنا posterior meningيال وعدنا مينجيال الارتري رح يطلع كبرانش من الأوكسبيتال الارتري طبعا ها مهمة طلاب تعرفون كل واحد من يطلع من دولة الارتري لأن دولة الشرايين تنطينا برانش ديروح يغذي المنينجيز تمام فإذا نجي نكمل عدنا المنينجيال الارتري اللي حيكون برانش of the occipital عدنا منينجيال الارتري برانش of the vertebral artery عدنا أهم واحد بيهم اللي هو المنينجيال الارتري اللي هو برانش from the maxillary artery هذا هو المنينجيال تمام أهم واحد بيهم اللي هو commonly damage إذا تعرضنا إلى head injury أهم واحد أهم آرتري بالدورة الارتريال ساپلاي هو المنينجيال عدنا انتيريار منينجيال الارتري اللي حيكون برانش من الاثمويدل عدنا الركارنت منينجيال اللي رح يكون من الاغثالميك ارتري وهذا طبعا طلاب هذا المنينجيال شوفوا صعد من المنكزلاري ارتري هياته تمام فكلها هذه منينجيال برانش طبعا آتي طالما ระون ‫الرح لدينا آرتريال ساپلاي آتي فينس درينيج أيضا رح يكون عن طريق منينجيال فينز مثل ما كان الارتريال ساپلاي عن طريق منينجيال آرتري درينيج رح يكون عن طريق منينجيال فينز موجودة بلندوستيل لير أوf دورة أيضا رح يكون مثل ما عندنا ميدل منينجيال راح يكون عندنا Middle Meningeal Vein اللي هو هذا هذا Middle Meningeal Veins اللي هو Follow the branches of the Middle Meningeal Artery ورح يروح يصب بنا بالTerygoid Venous Plexus اللي تكون بالإنفراتمبور الفوسة إذا تذكروها في أما رح يصب الMedal Meningeal Vein ياخذها بالنهاية رح يروح للTerygoid Venous Plexus أو رح يروح للSpheno Parietal Sinus هذه السpheno Parietal Sinus طبعا منا نحن نبع Superior Review فما رح تبعي للTerygoid Venous Plexus نحن لازم التريgoid نشيل الRAMUS اللي إذا تذكرون بالإنفراتمبور الفوسة الأكتر 7 نرجع لها نتذكر Location of Trigoid Venous Plexus أو رح يصب بالSpheno Parietal Sinus اللي هي هاذ فبهاي الفيو طلب السپيرير ما تبعي للTerygoid Venous Plexus مثل ما تعودنا طلاب نهاية كل محاضرة نحكي عن مجموعة من الملاحظات السريرية المتعلقة بموضوعنا أول ملاحظة احنا ذكرنا إنه الدورا ماتر اللي هي أول طبقة من طبقات المنينجيز وتكون تحتوي على العديد من السنسوري نيرف فيبرز فبالتالي تكون حساسة للستراتشين اللي رح ينتج عنا الشعور بالصدع الملاحظة الثانية والمهمة هي المنينجايتس التهاب الأخشية السحائية للدماغ احنا عرفنا إنه عندنا المنينجيز تشمل دورا ماتر والأركينويد ماتر والبايا ماتر المنينجايتس التهاب رح يصير بهذه الأخشية ينتج هذا التهاب طلاب مرات من بكترية من فيروس من ممكن لكن بحالات نادرة الفانغاي أو البرازايت هذه الأسباب نسميها الانفكشيوس كوزز أوف دي منينجايتس اللي هي أسباب تكون نتجت من فيروس من بكترية صاب انتقل عن طريق البلود ستريم انتقل ويده وصل للسي اس اف سربرو سباين الو فليودي اللي موجود بالأريا وصل للأخشية السحائية اللي هي الأركينويد والبايا ماتر وطبعا يكون جدا سيريوس لأن ذولا بحالة كونتاكت ريالبراين ممكن يسوينا برمانا دامج للبراين ممكن إذا الشخص ما تلقى العلاج المناسب يتأدي إلى الوفاة وممكن خلال أيام يتوفر وتصير ممكن بالأطفال اللي هما النيوبورن وتصير حتى بالأدلت تمام فجلنا ممكن تكون تنتج من باترية أو فيروس أو في حالات نادرة فنجاي أو بارسايد فنسميها infectious causes of meningitis تمام وممكن تنتج من أسباب ثانية نسميها non-infectious causes of meningitis اللي هي نتيجة drug reactions systemic disease cancer تمام ممكن chemicals تنتج عنا المنانجايتس شوفوا هنا مقارنة بين CSF أو spinal fluidي شخص healthy رح يكون clear وكالرلس وبين شخص نصاب المنانجايتس رح يتكون ملكي ويحتوي عن نيتروفيوس والبكترية ثانياً عدنا الهيماتومة الهيماتومة طلاب احنا عدنا هنا epidural hematoma والsub dural أو dural hematoma hematoma يعني collection of the blood تجمع دموي مثل ما تشوفو هنا بالصورة باللون الأحمر هذه التجمعات الدموية من تكون خارج الأوعية الدموية تمام نسميها hematoma يعني لما يتجمع clotted blood outside the blood vessels رح نسميه hematoma الأبيديورال hematoma من اسمه epidural يعني رح يكون فوق طبقة الدوراماتر طلاب فهو collection of arterial blood ونركز على كلمة arterial blood بين الperiosteal layer اللي هي outer layer of durاماتر هذه periosteal طبقة الخارجية الدوراماتر وبين البوني كرانيوم تمام يعني هنا ونصير صير أبوف دي دوراماتر هذا اسمه الأبيديورال أما الساب دورال أو الساب دورال hematoma هو collection of venous blood لاحظ الفرق هنا arterial blood هنا venous blood بس شوفو وين متجمع هنا هنا دخنة هنا نحنة شنة برا فوق الطبقة الخارجية الدوراماتر هنا جو صاير بين المنينجيال دورا وبين الأركانويد ماتر اللي هي اللير الثانية بين المنينجيال يعني بين الانر layer of دوراماتر وبين الأركانويد ماتر فإذن الهيماتوما collections of blood عدنا epidural hematoma وعدنا subdural hematoma بعد شنو عدنا عدنا الزب arcanoid hemorrhage اللي هو هذا النزف تمام اللي هو ايضا collection of arterial blood رح يصير بين الأركانويد وبين البياماتر بين الطبقتين الأركانويد والبياماتر عدنا أيضا فالشيء اسمه transient ischemic attack مختصرة TIA transient ischemic attack التIA طلاب رح تغلون عنها y details ان شاء الله بمادة الجراحة رح تغلون بمادة المدسين رح تغلون عنها y details التIA أو transient ischemic attack من اسمها transient يعني فالشيء حدث عابر رح يروح ischemic من ischemia يعني أكون في منطقة عندي ما تروية دموية شيني transient ischemic attack عندي آني شريان أو شراين تمام اتوصل دم للبراين هذا متعارف عليه إذا صار عندي temporary interruption منطقة معينة focal area بالبراين مقام يوصل للهدم لمدة أقل من 24 ساعة شوف المنطقة الزرقية هاي منطقة ما ديوصل لها بعد بلد focal area منطقة معينة بالدم بالدم صار أكو temporary interruption ما ديوصل لها circulation ما ديوصل لها بلد ليش بسبب بلوكيج أو انسداد صار بالارتري فمقام يوصل لها المنطقة بلد لكن عملية عدم وصول البلد لهذه المنطقة المعينة بالبراين مؤقتة temporary راح تطول أقل من 24 ساعة طبعا إذا تطول أكثر من 24 ساعة راح يكون لها اسم ثانية سنعرف نحن 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 transient ischemic attack مختصر هتيا فالtransient ischemic attack focal area بالبراين راح يصير temporary interruption للcirculation ما يصل لها بلد لمدة أقل من 24 ساعة موس كمان كوز إن ممكن تكون أكو عندي خثرة أكو كلوتة أكو فد شي سد عندي ثوالي سداد بالفيزل سد بصورة مؤقتة وقطع البلد عن هذه الأرية نجي طلاب للستروك أو للCVA أو اللي هي cerebral vascular accident أو اللي نقول ها بالعربي جرطة دماغية اللي قلناها قبل حوية التيا أو transient ischemic attack نسميها طلاب mini stroke يعني الشخص اللي تعرض لترانزيت ischemic attack نقول لترى دير بالك أنت معرض لCVA اللي هي CVA جرطة دماغية الحالة خطرة جدا ممكن تؤدي إلى long term disability يعني ممكن شخص تجع عنه شلل إذا سامعي شلل النصفي وهذه الأشياء أو حتى ممكن لي to death فالتيا هي فالإنذار إنه شخص رح يتعرض إلى CVA أو اللي نسميه brain attack أو stroke أو جلطة دماغية تمام فالتيا هي mini stroke وCVA هي stroke الشبيرة 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 هي شنو نفس الشيء أيضا رح يصير عندي blockage blood ما رح يوصل للbrain بس لفترة زمنية طويلة أكثر من 24 ساعة طبعا شو رح ينتج عنها رح ينتج عنها قلنا ممكن death إذن هي حالة emergency إذا ملحقت على الشخص ممكن يموت ممكن ينتج عنا long term disability السبب ليش يصير عندي هاي CVA السبب طلاب سببين واحد عكس الثاني يعني شو نتكتور واحد عكس الثاني يعني المost common cause of CVA هو السمير الإسكيمية أو الإسكيميكوز اللي شكل 80% من الحالات اللي هي نؤاني بلد مدى يوصل عندي للبراين طبعا يعني بما أنه بلد مدى يوصل للبراين يعني مدى أكسجين مدى يوصل للبراين فرح تموت الخلايا الدماغية بها منطقة مدى يوصل لها أكسجين ولا غذاء فينسمي وتجعلنا احتشاء شو ما يصير احتشاء بالعضلة القلبية لما ما يوصل لها بلد نفس الشي نعم رح يصير احتشاء انفاكشن تمام نتيجة خثرة جت يسدت لي البلد فيزلز الشون بصورة يدج عن إسكيميك فالستروك طلاب ممكن يكون سبب إسكيميك يعني بلد مدى يوصل وممكن عكسه دى يوصل لهواية اللي يسميها هيموراجك ستروك اللي وعندي صار آني ربتر انقص أو انقطع الفيزلز صار عندي ويكنس ضعف بالأوعية الدموية انقطعتها على البلد صار عندي بليدن فنسميه هيموراجك ستروك نتج عنه جلطة دماغية الموكس كومن كوزيز للجلطة الدماغية هو السبب الأول بسكيمي اللي شكل 80% من الإسباب يعني 80% من الحالات الشخص يتعرض إلى جلطة دماغية سببها انسداد ومده ماوصل دم لهاي النقطة من الدماغ وصار عندي يعني براين دامج برمننت براين دامج تمام الحالة الأقل من عده هي الهيموراجك اللي ولمن صار عندي ربتر بالبلاد فيزلز بسبب انه صار ويكنس قدت أزبار طبعا طلبها في شي كلش مختصر يعني كلش كلش تمام رح تأخذونا إن شاء الله اندي تيالز بغير مواد ف الهيموراجك هو العشرين بالمئة من المتبقية من الأسباب الهيموراجك stroke وقلنا واحدة من الأسباب اللي احنا نعتبرها مني stroke هي التيا الترانزينت اسكميك التاب اللي قلت صير مدة زمنية قصيرة أقل من 24 ساعة واللي تعتبر بمثابة انذار للشخص بأنه رح يتعرض إلى CVA دكتورة يعني مثلا من أكثر أشخاص معرضين يصل عندهم الجلطات الدماغية أكيد اللي عنده ضغط تمام واللي ضغط غير مسيطر عليه المدخن ممكن العمر طبعا يلعب دور كلما زاد العمر كلما احتمال يتعرض لتعرض على family history أو انت متعرض لـ ischemic attack لتيا قبل صار عندك الأعراق يعني يعتقدون أنه الأفارقة يعني معرضين أكثر بـ stroke طبعا أكيد الأسباب السمنة الغذاء اللي يكون يعني الغذاء الغير صحي الكحول الكولسترول إذا كان عالي إذا شخص يعني ما يمارس الرياضة بصورة دايلي أو يعني صورة منتظمة من كلهم ذول يكون أكثر عرضة للCVA من غيرهم فCVA هي مختصر cerebral vascular accident أو stroke أو ممكن تمر عليكم اسم brain attack هي كلها طلاب هي جلطة دماغية لهنا خاصة محاضرتنا طلاب أتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفاديتوا وأي شؤال أو استفسار نتواصل على القروب إن شاء الله ومع السلامة اشتركوا في القناة